ما زالت الجمعيات الاستيطانية وبدعم من حكومة الاحتلال تشن حربا على المياه في الأغوار الشمالية كان آخرها الاستيلاء على نبع خلة خضر في خربة الفارسية ومنع المواطنين من الوصول إليها منذ أيام تم السيطرة على هذا النبع وكانت هناك عائلة فلسطينيين موجودة هنا الاحتلال وما تسمى بالإدارة المدنية المنتهية الصلاحية قامت بهدم مساكن المواطن رداد دراغمي أكثر من مرة خلال أسبوعين وتم ترضه من هذه المنطقة وتهجيره قصريا من هذه المنطقة ليتمكن المستعمرون من السيطرة على هذا النبع بالاستيلاء على هذا النبع أصبحت جميع مصادر المياه في الأغوار الشمالية تقع تحت سيطرة المستوطنين في المقابل تحرم مئات العائلات من أبناء شعبنا من مياه الشرب وري الأراضي الزراعية يعني منع الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول للمصادر المياه الوحيدة اللي هي الينابيع اللي موجودة في هاي المنطقة كون كل المياه الجوفية والآبار بتسيطر عليها شركة مكاروت والينابيع هي المصدر الوحيد المتبكي اللي بيستخدمه الفلسطينيين لأغنام والسكاية أغنامهم ومواشيهم ولأ الاستخدامات اللي بيستخدموها في الزراعة تستغل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية قطاع المياه بالتحديد للضغط على أبناء شعبنا من خلال تقليل المساحات الزراعية وعدم سقي المواشي الأمر الذي يدفع العائلات إلى التهجير لا مياه لا وجودة في الأغوار فبالاستلاء على هذا النبع أصبح الوجود الفلسطيني يتلاشى وهذا ما يخطط له الاحتلال من خلة خضر في الأغوار الشمالية أمير شهين تلفزيون فلسطين